موسيقى ثقافتنا احنا لما بنخسر بنقلب على الدنيا كلها على النادي على المدير الفني على اللعبة احنا ثقافتنا كده احنا متعودين على كده لكن لما نكسب ماتش انا اول مرة اشوف حياتي اول مرة اشوف حياتي في الدنيا بقى كلها نشوف مصر بس لما نكسب ماتش اروح لجمهور الفريق المنافس اغيزه استفزه فايه الثقافة دي ايه العقلية دي حاجة غريبة جد وفاهم كويس قوي قوي قيمة وحجم الفوز على كيان كبير جدا زي النادي الاهل عارف عاضر البعض بعض اللعبة نادي الزمالك في حتة ايه ان انا كسبت اكبر نادي في افريق مش مستوعب انا خدت اتنين سوبر في اسبوع انا مش مستدق مكنش متوقع فدي حاجة انا يعني عزرهم فيها فاهم كويس ان انت لما بتكسب النادي الاهل الفرحة بتبقى كبيرة كبيرة لان دايما النسب بتبقى للنادي الاهلي اعلى بصراح دي حقيقة الناس كلها عارف كده كويس اي ماتش اهلي وزمالك معروف نسب مين الاعلى احنا قابل نحاول بقى هنا نجمل الصورة شوية عشان نروح الرياضية وكلام من ده وان الزمالك برضو نادي كبير طبعا زمالك نادي كبير وجمهور كبير ومش هغير كلامي في الجزئية دي لكن لما نجي نتكلم في جزئية النسب الفوز بتبقى المين دايما دايما بتبقى على النادي الاهلي حتى لو الظروف الاهلي مش هي الظروف الممتازة قبل المباراة فحلوة قوي حلوة قوي انك تفرح بفوزك على النادي الاهلي حلوة قوي انك ما تبقاش مصدق نفسك انك كسبت النادي الاهلي ما عنديش مشكلة لكن افرح مع جمهورك روح لجمهورك افرح معاه شاور على تيشيرت بوسي تيشيرت افرح اغيص نطط اعزغرت اعمل انت عايزه ما فيش مشكلة مع جمهورك لكن ان انت تروح تستفز الجمهور المنافس فهنا انت في مشكلة بقى في ثقافتك هنا في مشكلة في عقليتك ما فيش نقاش ايه الغل ده ايه لازمته اكسبت ايم الغل ده بالعكس اتخذ عندك انتباعات سيئة جدا لكل الناس سواء بقى في الامارات في مصر الشعب العربي كله وبتفرج على المباراة زي دي اتعرف اخلاق كل واحد عاملة ازاي اتعرف تربيت كل واحد عاملة ازاي بتصرفاتك بعقليتك انا في الحقيقة باستغرب باستغرب جدا لما يكون انت مثلا لعيب تمام تاريخك كله لعبتي تقريبا عشرين مطش قدام الاهلي كسبت مطشين ثلاثة وجبت جن واحد وحتى لما كنت بتكسب ما كنتش عنصر اساسي مش مؤثر يعني حتى المباراة الاخيرة انت مش مؤثر يعني ايه اللي عملته تعمل التصرفات دي لا حطيت في دماغك جمهور موجود لا حطيت في دماغك ان فيه شاشات الناس بتفرج عليها شوف اللي بيحصل تمام لا حطيت في دماغك مثلا ولادك لما يكبروا ويشوف ابوهم بيعمل الحركات دي هتبقى انت قدوتهم عمرك ما هتبقى قدوتهم كدوتهم ازاي بتصرفاتك دي لما يشوفوها ما انت لعب مشهور لعب معروف فابنك هيجي كده فيهم الايام حد يتكلم معه بص ابوك عمال ايه بص حيبا منظرك يقول دم ابنك انا اللي عرفه اللي تربط عليه ان دايما الابهات بيبقوا قدوة لولادهم انا دايما كده انا ابويا قدوتي وكل الناس بالنسبة لما ابوهم ده حاجة مهمة جدا القدوة بتيجي منين من تصرفاته واخلاقياته المميزة وقراراته المؤثرة وعقليته الممتازة واخلاقه فبالنسبة للأمر غير مفهوم خالص خالص يعني من بعض اللعابيين خصوصا ان انت لما تيجي تكرني التاريخ هتيجي تقولي بقى يا عم سيبك من التاريخ احنا عايزين نتكلم في اللي جاي دلوقتي امش عارف ايه تاريخ الاهلي ماضي وحاضر ومستقبل اتطمن ما تقلقش حتى لو خسرت في مبارة من المباريات حتى لو خسرت بطولة من البطولات لكن في نفس الوقت انت ايه اللي يخلي ايه اللي يخليك تعمل اصلي جمهور الاهلي بيشتمني يا عم كل الناس بتشتم كل الناس بتشتم كل اللعبة مصر بتشتم ماذا مشكلة ماذا بيحصل يعني ده عايز اقول لي حركة لحاجة مش جمهوري مش لعب مثلا بعين هول بتشتم بس او مش اللعبة كلعبة بس اللي بتشتم اي حد بيشتغل في العمل العام بتشتم إحنا مثلاً كأعلمين ممكن تقبل واحد في شعر يقول لك أنت واحد جمد قوي أنت مزيع منتاز بعدها بشوية تقبل واحد تاني يقول لك أنت ما عندكش فكرة بس لازم يكون عندك الثقافة دي لازم يكون عندك حتة أن فيه رأي إيجابي عليك ورأي سلبي عليك ده طبيعي جداً طبعاً أنت في العمل العام هي الدنيا كده عمره محده هيجمع عليك يا رجل ده خطيب وحسن شحتها محده مجمع عليهم إحنا ما كانت طبعاً في إيه؟ في كرة القدم ما حفظ الألقاب ليهم لكن في نفس الوقت ما حبوبين من جمهور الفرقيتين النجومية النجومية لو أنت عايز تبقى نجم أنت ممكن تبقى نجم بالنسبة لجمهورك ماشي لكن النجومية نفسها لها معايير كتير جداً لما تبقى نجم لازم تحاول تكسب احترام وحب جمهور أكبر فرقيتين في مصر أهلي وزمالك زي أمثلة كتيرة جداً جداً في الكرة المصري عندك الخطيب عندك حسن شحية أدي أهلي وزمالك عندك حسن إمام من الزمالك تمام؟ عندك عباد منتعب من الأهل عدد كبير جداً من اللاعبين بيكسبوا احترام كل الجمهور في مصر مش أهلي وزمالك بس كمان فهي دي النجومية النجومية مسئولية لكن النجومية مش الحركات اللي أنت عملتها مش تصرفاتك وبعدين بصراحة الأمر فاق كل الحدود سواء من حيث الألفاظ أو من حيث التصرفات والحركات والكلام اللي حصل ده وأكيد حراكوا شفتوا الفيديوهات تمام؟ لكن ما أنا عايز أأكد عليها على حضراتكم إن إحنا عمرنا ما حننجرق لهذا الأسلوب لأن ممكن البعض يعني ناس كتير بعتت لي رسائل وبعتت لي ناس كتير جداً في القناة الرسائل اطلعوا ردوا اطلعوا اتكلموا اطلعوا هجموا لا مش إحنا مش إحنا انت سهل قوي تبقى ليه الأدب ما فيش أسهل من كده أسهل حاجة تمام؟ لكن صعب جداً تبقى محترم جو الجعجعة والصوت العلي ده مش عندنا هنا في النادي الأهلي أنا عن نفسي أنا عن نفسي بحب الأهلي جداً ليه؟ لأن بحس الأهلي فيه جزء من شخصيتي أو شخصيتي فيها جزء من شخصية النادي الأهلي عمري ما شفت رئيس نادي مثلاً للنادي الأهلي عن نظر التاريخي شو كلم عن فترة حالية بيطلع يتكلم أو بيغلط أو بيتجاوز عمري ما شفتها فدي حاجة بالنسبة لي بتعلي كيمة النادي الأهلي بتحسسني أن أنا فعلاً اخترت النادي الصح اللي أنا أشجعه مع كامل الاحترام والتقدير لكيان نادي الزمالك ومع كامل الاحترام والتقدير لجمهور نادي الزمالك دي حاجة بص حطت تحتها من اليوم خط الاحترام موجود جداً جداً نادي الزمالك نادي كبير قوي في مصر وفي أفريقيا ليه جمهور كبير جداً في مصر وفي أفريقيا وفي العرب في كل حتة ده كلام يقدر ويثمن ويحترم لكن نحن نتكلم على تصرفات أشخاص افهم كلامي نتكلم على تصرفات أشخاص ممكن يدوك انتبعات سلبية على نادي معيد هو أصلاً مش كده هو أصلاً أفضل من كده هو أصلاً ما يستهلش هذه التصرفات من أشخاص للأسف بينتموا لي للأسف لكن احنا عمرنا ما حننجر كقناة أهلي أو كمسؤولين في النادي الأهلي أو كأي واحد محسوب على النادي الأهلي عمره ما حننجر للأسلوب ده ولا عمره حيتجاوز ولا حيقلل من أي حد ففي الحقيقة أمر صعب جداً وموضوع فاق كل الحدود فاق كل الحدود لازم يبقى فيه قرارات راضعة من لجنة الانضباط وأدي أحكلم فيها بردو ترجمة نانسي قنقر